الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انسو بيسان اسماعيل فانسو بيسان نزعوا على حساب انس بالتيك توك هذا المقطع والذي دخلون بيع التعليق ورح تشوفون انه كل التعليق فنكتب عليها مملكة القصص يام حاطي هذا العلم اللي يكشفون بحقيقته انه هو امور الجال فاكتبونا يا حباي بلكومنتات شريكم بهذا الخبر وانه هو يستعق هذا التهجم اللي تعرض له او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو انسو بيسان فبيسان نزعت على حسابه بالانستجرام هذا الستوري واللي كانت حمز بي المتابعين للمقطع اللي راح تنزله باتر طبعا راح يكون المقطع يوم وفلوك وبساة كان مصدومة بالصورة مصغرة وانس شايب كان حوضنها شكل راح يكون مقطعنا راح ينزل لساعة 8 أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو جواني فجواني نزع على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي كان بواحد من المتابعين يكبله جواني شلونك انت دائما تقول اننا وصلوا عدد التعليقات كذا وتسوينا شغله ولكن هم مرة وصلنا التعليقات وانت الى الان محلقت لحيتك فرد علي محمد جواني وانا عند كلمتي عيب جواني ما يكون اقدد تحدي ابشروا يوم السبت راح يكون الفيديو نازل تمام هيك في يوم السبت محمد جواني راح يحلق لحيته فكتبونا يا حباي بالكومنتات المهمة 50 اكثر بين جواني وبسان اسماعيل الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة موفلوكز واخفاء الكلمة تشاث من التعليقات اللي عنده اما لساحة عن السبب الاشخاص اللي شافوا هذا المقطع يعني يعرفون ان انس الشايب طلع مور الجاد والمقطع اللي نزلها موفلوكز على قناته كان موجود بيه انس الشايب فكل المتابعين حابين ان يكشفون حقيقة انس الشايب ويكتبون هذه الكلمة بالتعليقات اما بالنسبة للدليله ندخل على اخر مقطع نزل ونزل بيع التعليقات وروح نكتب كلمة تشاث بعد نروح للكلمة تلح تثأولا عم نشوف تعليقي ونحفظ تعليق الاشخاص على القوة وراية بعد ما نفظهم زيني روح نغير الحساب عم نشوف هالي تعليق لا يطلع للناس او لا بعد ما غير للحساب وننزل بيع التعليقات وروح للكلمة تلح تثأولا رح يشوف انه تعليق مظهر وانما تعليق هذوي الاشخاص الثانيا ظاهر فكتبوني يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم هذي الحركة اللي سواها موفلوكز واخفاء هذه الكلمة عمود ميكشف حقيقة انس الشايب الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وردها على متابعين بلاك بينك فبعد ما نشرت هذه الصورة على حسابها بالانستغرام اللي كانت تلابسة بها الملابس اللي هي نفس ملابس روزي متابعين بلاك بينك فجروا كل التعليقات انه نفس الملابس مع روزي نارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الاشتوري اللي تعرض بهذه التعليق اللي هي من جمهور بلاك بينك وبعدها ردت على هذول التعليق كاتبة يا ناس من روزي ولكن بعدها نزلت هذا الستوري اللي كانت بيه روزي ونارين بيوتي وكاتبة لقينا روزي فلنقدر ارفتين من هذا الستوري انه يعني نارين بيوتي ما تتابع بفضلة بلاك مينج فلهذا هي معرفت من هي روزي الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحة ابو فلا فابو فلا نزل على سبب الانستجرام هذا الستوري اللي كان بيوحب الاشخاص يكشف بيه حققت ابو فلا وش قدي طلع ارباح من اليوتيوب بعده وفلا نزل هذا الستوري اللي يردبي عليه على هذا الشخص ونوعا ما يتمسخر عليه من هذا الكلام رح تكون ذا بسوري دولار سنويا فما شاء الله الله يبارك لسي الستوري اللي قبل هذا يا جماعة ارسل لي يا أخوي عبد الرحمن لو لاحظت اسمه فوق ارسل لي الفيديو هذا ويقول لي ما شاء الله تبارك رحمن تطلع ستة مليون يا حسب بالسنة كادي يقول لي يا جماعة أنا سيارتي خربانها بكتشتري ليس وصلا يا حبايب نوصلنا هات المقطع وكل عادي يا حبايب رح اضلكم رابط قناتي بالوصف للرابط القناة الاحتياطية خليني نوصلها مئة الف انا مود انه احتياطا نتصار شي هذا القناة خاصة انه مرفوع عليها اربع كوبريتات وبس جانوك في زي ما قتم منك القصص ومع السلامة